نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة في قرية البندرة بمحافظة الغربية شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاق بالمجان لنحو 1271 حالة وزراعة 50 شجرة وقد أكد الدكتور محمود دكي رئيس جامعة طنطة أن تنظيم القوافل الطبية والتوعية يأتي في إطار حرص الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين واستمرارا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية وتوفير مزيد من الخدمات الطبية للأسر الأكثر احتياجا